يعول الإطار التنسيقي على زيارة زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم إلى السعودية لإيجاد مخرج للأزمة السياسية العراقية الراهنة في وقت يؤكد مقربون أن هذه الزيارة تحمل عدة أبعاد وجاءت بدعوة شخصية بعد ساعات على عقد الكتلة السياسية اجتماعا لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد وصل زعيم تيار الحكمة والقطب الرئيس في الإطار التنسيقي عمار الحكيم صباح الأربعاء إلى السعودية والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وبينما يؤكد الحكيم إن الحوار بين مختلف الأطراف والسبيل الأمثل للوصول إلى حلول مرضية للانسداد السياسي الحالي لا تزال أهداف الزيارة مبهمة حتى الآن ففي الوقت الذي يؤكد مقربون إن الزيارة تحمل أبعادا دينية وسياسية واجتماعية وثقافية وجاءت بدعوة شخصية وجهت إلى الحكيم منذ فترة طويلة يؤكد مراقبون إنها قد تهدف للبحث عن وساطة مع التيار الصدري وحل الأزمة الراهنة بأسرع وقت ممكن إضافة إلى رغبة الإطار التنسيقي بدخول المملكة كوسيط بينه وبين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الإطار يعول كثيرا على نتائج الزيارة والتي من شأنها دفع العملية السياسية إلى الاستقرار وهو ما أكده النائب ثائر مخيف الذي أشار إلى إن الحكيم يتمتع بتقدير ومكانة خاصة لدى الأطراف السعودية وبالتالي ينظر للزيارة بشكل إيجابي وما بين احتصامات التيار الصدري أمام البرلمان وتمسك الجمهور الإطاري بتشكيل الحكومة الجديدة والمضي بإكمال الاستحقاقات الانتخابية ينتظر الشارع العراقي تشكيل حكومة مقتدرة تلبي تطلعاته وتنهي معاناته مصطفى حسن الرابعة